في السياق الطالب العديد من السياسيين والشخصيات الاجتماعية على مواقع التواصل للاجتماعي المنظمات الحقوقية والإنسانية بسرعة الإفراج عن محمد عبدالله صالح وعفاش طارق كون حالتهم الصحية تزداد سوءا يوما بعد آخر واجدد الناشطون دعوتهم لسرعة إطلاقهما وجميع الأسر والمعتقلين دون أي شروط مسبقة فقد مضى عليهما في الأسر أكثر من أربع سنوات كموقف إنساني وطني وديني وحمل الناشطون الميليشيا الحوثية مسؤولية حياتهم الصحية وكذلك الأضرار التي تلحق بهما جراء تعذيبهم المستمر في سجونها